طيب إلى الدعم النوع آخر والتصميم الداخلي بشكل عام التصميم الداخلي وتصميم بيوتنا والمحلات اللي بنسكن فيها والمحلات اللي بنشتغل فيها هو موضوع كتير 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 بيروضنا دايماً إحنا بنبذل كتير جهود وطاقة ليكون المحال اللي إحنا موجودين فيه يا إنه كتير مودرني يا إنه كتير بحكي معنا يا إنه كتير عملي وبخدمنا بكل إشي نعمل وإن كان في البيت في محل شغل أو في المكتب أو ما إلى ذلك حتى في مكتبنا أنا وعفاف يعني برضو بعدنا إسه في الستيب هذا تبع أنه نلائم شو ممكن يكون فيه وشو مش ممكن يكون فيه وهي تاتشاتل صغيرة والإشياء اللي بالنسبة لنا بتعطينا طاقة وبتحلي أجواء اليوم ومتساءل إذا هاي الصورة ممكن تكون مزبوطة هون هاي الصورة مش مزبوطة هون فدائما في عنا التساؤلات حول تصميم التصميم الداخلي الأمكن اللي إحنا موجودين فيها في هاي الفقر راح نتناول أخطاء في التصميم يمكن شغلات لازم نعملها شغلات مش لازم نعملها مع أهندس التصميم الداخلي ماهر سعيد صباح الخير صباح الخير ليفك يا ماهر تمام شو الأخبار مني حولي شو مبروك بارك فيه انا مع التغيير ده هات نزمع من ماهر شو رأيه ناش نحكي على الأخطاء منك شو راياك بالتصميم لا التصميم كتير حلو شكرا شكرا في شغل راح أذكرها اللي هي معمولة صح راح أذكرها بصياغ الأخطاء فبدي أقولي شو الإشياء اللي مليحة يعني طيب كيف نبلش كيف نبلش؟ بدنا نبلش بأنه الموضوع مش عنجد موضوع زوء بس يعني ممكن عنجد أنا وأمير نقول إحنا حابين نعمل هيك المكتب اللي إحنا بنقضي فيه كتير ساعات بس في أشياء اللي ممكن إحنا هي يعني عزونا بس تعتبر أخطاء في عالم التصميم الداخلي شو أكتر الأخطاء ماهر الناس بتوقع فيها؟ شوف أنا بدي أبطرها لهذا الموضوع من الأسئلة اللي كمان بتوصلني كتير يعني عن طريق الفيسبوك واليوتيوب وكل هاي شغلات بصاني كتير الأسئلة كتير الأسئلة بترجع على بعضها وكمان في أسئلة والناس تبعط لي صور فأنا بشوف الشغلة اللي بدي يسألوني عنها وكمان بشوف شغلات تاني لفص الصور اللي بعتوا لي إياها فمن الأخطاء اللي كتير بيسألوني عنها إذا بتكون موجودة أو ما تكون موجودة مرات حسب يعني مش مهم شو كبري المساحة بالبيت إن كان متوسط أو صغير أو كبير في طاولة إضافية اللي بتكون بالبيت هي طاولة الأكل الكبيرة بتكون موجودة هاي اللي لازم بتكون موجودة مش مهم شو شو التصميم أو شو الشكل أو شو المساحة الموجودة هذا الإشي مش دائما صح إذا المساحة كبيرة وبتسمح فهذا الإشي مقبول أما إذا المساحة صغيرة واستعمال الطاولة عندي هو ثلاثة أو أربع مرات بالسنة بس المناسبات فأنا هون عم بقى في عم بقت المساحة اللي بستعمل يعني هي اللي احنا منقولها زاوية طاولة السفرة آه يعني كل في طاولة أكل وبكل في طاولة إضافية الماما نبه عليك تواجه لك هي فعلا هي بتستعمل يعني بتتزين بس هي الطاولة أو بتتنظف وخلال السن مستعمل يعني كتير قليل فلما بيجي حد بقول لي مثلا إنه بده هاي طاولة تكون موجودة فلا لذا المساحة ما بتسمح لازه من إيمة من الحسابات يعني فيه نستغل المساحة لها شغلات تاني يعني كمان مرى ثلاث أربع مرات بالسنة هذا الإشي مش عم نستغل المساحة صح ففيه اليوم طاولة بتتسكر وتنفتح فيه اليوم كتير حلول لهاي الشغلات إنه ما بدنا نقتل المساحة أو نستغلها بشكل مش مصبوط طيب انت هيك ماهر فوتت رأساً للمحلات الديئة المحلات الديئة اللي ممكن نعمل خطوات من هذا النوع مثل إنه طاولة صفرة كثير كبيرة بنستعملهااش نقتل فيها المساحة اللي هي أصلاً صغيرة شو فيه كمان شغلات اللي ممكن نعملها المساحات صغيرة هو عن جد ممكن تقتل البيت أو تقتل الأوضة اللي إحنا موجودين فيها في كتير شغلات احنا ممكن نتبهلها بالنسبة للمساحات الصغيرة لما مثلاً يكون فيه مفروشات أو عفشة اللي هو مش مستعمل يعني فيه شغلات بتكون بسط لمجرد الزيني أو بسطة الديكور موجودة عم تقتل المساحة أو مش عم تخيلينا نحاول إنه يتنقل بالمساحة بشكل مريح فهي واحدة من الشغلات اللي هي ممكن إنه تكون يعني زي ممكن معيقة شوية على الواحد يتنقل بالمساحة متل بشكل مريح فهي واحدة من الشغلات أو إنه مثلاً حتى نظر نصلح هاي الشغل نحاول إنه بالمفروشات الموجودة إنه يكون فيه لها زي استعمالين يعني يوم فيه كتير كراسي اللي ممكن كمان تنفتح وتتسكر فيه كراسي اللي ممكن إنحط فيها تخزين شغلات أو ممكن فيه يعني كل هاي الأمور هي ممكن تعمل شغلتين هذا الإشي بساعدنا بالمساحات الصغيرة مهر ببقى إنه عم نحكي على المساحة يعني على الأقل واضح لقي لي إنه مرات اللون بيوفر علينا مساحة أو بعطيها يعني ممكن خدعة هي كمان بس بعطينا أكثر مساحة كيف موضوع الألوان في تصميم البيت الدكور هذا كمان كمان هو يعني مش خطأ بس إنه توجه إنه إذا مساحة صغيرة أكيد أبيض اه مش كتير صاحة المساحة صغيرة من روح على إشياء فاتحة بس من الشرط يكون إشياء أبيض يعني هذه الشغلة لازم إنه ننبهلها فمنسبة للألوان روح على الألوان فاتحة أي ألوان فاتحة موجودة ممكن يتناسب المساحات الصغيرة من روح على اللون الأبيض كأنه هذا هو الحل ورح يعني يوسع لنا المساحة فيه كمان خطط أو خدع اللي ممكن نستعملها بالمساحات الصغيرة حتى نعطيها شعور أكتر إنها أوسع مثلا ممكن نستعمل المريات بالغرف الصغيرة إنها تكون كبيرة مثلا مش مريات وسط كبيرة حتى تعطينا يعني تعمل المساحة وكأنها مرتين الستائر أو البرادة تكون موجودة بالغرف ما تكون كتير غامقة مثلا نسمح للضوء إنه يفوت نحس أكتر إنه فيه إضاءة بتفوت إضاءة طبيعية فيه كتير أمور هي ممكن تساعدنا إنه نخفف أو ما نبرز صغيرة المساحة الموجودة طيب جميل جدا هاي شويات قلطنا على مواضيع أساسية في كل المساحات الصغيرة أو المساحات الدية هات نروح للمساحات الكبيرة بشكل عام هات أكون واقعي كمان يا ماهر إحنا بشكل عام في بيوتنا العربية يعني إذا بيكون فيه صالون مثلا اللي هو صالون وليوان بفتح من أمار التعرف فيها دون يكون فيه 617 فارز اتنين مصبير ومتصالون ويكون فيه 2 بالمخزان عشان فيه حالة إنه واحد آه يعفافني تبهذل قدام الناس لا واجب فكل من المساحة كانت كبيرة أكتر كل ما حطوا فيها تقومة صالون وحطوا فيها طاولات وطحف حبيبت هذا التنظيف غبرة بدنا نتعرف فكمان الأخطاء شو لازم نعمل شو مش لازم نعمل في المساحات الكبيرة شوف في المساحات الكبيرة كمان التوجه هو بشكل عام بالتصميم والمساحات الكبيرة مش كل مساحة موجودة لازم تتغطى مش كل الحيط فاضي لازم يتملع مش كل أرض فاضي لازم العين بحاجة لراحة يعني إذا من نعمل حيط معين فيه كثير تفاصيل مفضل أن الحيط اللي حده مثلا أو هيك يكون فيه راحة معينة يعني ما يكون كثير فيه زي ما نسميها تعجيء بالعام وحطنا نفس الشيء على الأرض يعني ما يكون كل مساحة فارغة نحط فيها إشيء لنا حتى نمليها لأنه فعلا لأنه وأن إحنا موجودين بدنا راحة نفسية لأن إحنا موجودين إذا كان هذا الخاصل إذا كان بيت أو مكتب أو محل إحنا منقضي في وقت كثير طويل هذا الإشيء يعطي راحة نفسية كثير إنه إذا بيكون التصميم بشكل فيه إنسجام بس ما يكون كمان كثير عجل يعني نفس الوعي فهذا الإشيء عام يعني بحيطة بالمساحات الكبيرة نتبع لهذه النقطة إنه ما نملي كل شغلة موجودة لا إنه فيه شغلات نستغلها نستغل المساحة بشكل صحيح بس كمان نخلي فراغات موجودة ونستغل كل شيء يعني كل شيء فراغ نحط فيه وشغلات ويمكن عدم تكرار مثلا إحنا حكينا عطومة صالون أوكي فعدم تكرار يعني إذا أوكي بدك تحط ممكن تحط فيه مساحة كثير كبيرة مثل السوديو عندنا هم ممكن طاولة شغل طاولة صالون صح أعدي للقهوة أعدي للكتابة تستغل المساحة بحكمة صحيح صحيح إنه بالضبط إنه كل الشغلات اللي أنت بتستعملها ما يكون فيه شغلات اللي هي إضافية لأنه هاي شغلة كثير مهمة سفيه شغل كمان إضافية عفاف تعرف قديش مهمة إلي هاي الموضوع إحنا في المكتب في صراع دائم أوكي ليش في الصراع دائم إنه أنا مثلا إنه في عنا شباك بيفوت منه ضي ضي شمس حلو لزيز ودافي وهيك وأنا بكفيني مثلا هيك نواصاتين تين أو فوانيس تينين على الحيط خلص هذا المكسي ممتبعي أنا مكتفي عفاف لا أنا بفوت صباح الخير بضوة ده الإضاءة 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 كيف تختلف كمان مساحة دي ألا مساحة اللي هي مساعة شوف الإضاءة هي بتتأثمنا شغلتين فيه إضاءة اللي هي إضاءة عمل فيه إضاءة اللي هي إضاءة جو إذا الإختلاف على إضاءة العمل لا أهونا لازم يكون الشغلات التنواضحة لأنه إذا أنا بدي إضاءة عمل لازم تكون معبولة بشكل صحيح مثلا إضاءة العمل مفروض متلا تكون موجودة أمامي ما تكون وراي أوكي أوكي وهذا الإشي لأنه إذا كنت الإشي موجودة وراي فرح أعمل خيال على الإشي اللي قدامي صحيح النفس الشي هذا فكرة مش بس بمكتب متلا كمان بمطبخ مثلا إضاءة العمل لازم تكون قدامي مش تكون وراي إذا بدأ أشتخل بدأ أشتخل بدأ أشتخل إذا الإضاءة موجودة وراي فرح تعمل خيال على الإشي اللي فعشانك دائما منشوف أنه في إضاءة إذا أنا دائما بشتخل خيالات بعرفش لي إذا وراي قدامي إستطيع أن أقدر أناقش بالديكور فهي واحد من الأخطاء كمان على فكرة اللي يمكن تكون موجودة هاي إضاءة عمل إضاءة عمل يعني ما بدأ ننقش فيها كتير لأنه هاي لليوم يوم إضاءة جو ممكن كيف تتوزع كيف بقدر أنه ألعب بها أكتر هنا ما في مشكلة أنا مثلا بحس أنه مساحاتي وسيعة كتير هاتنقول بنفعش إلها إضاءة بيضة إضاءة بيضة يعني إضاءة تنهار تفاهم إضاءة أكثر دافية إضاءة صفرية يمكن أكثر تعطي شوية حميمية شوية جو دافية قدما فكر بالذات هذا الموضوع له علاقة بالزوء يعني في كتير ناس اللي بتقولك بالذات لا إنه الأدواء مختلفة يعني في ناس اللي بتقولك لا الضوء أكتر من اللازم حتى ممكن يسبب له وجع راس وفي ناس تقولك لا بأحبش الإشي الغامم أكثر فأنا هاي كان اليوم تعليقي إنه منفعش تتكل على الإضاءة الطبيعية لأنه اليوم الجو حتى بره ما كانش فيه إضاءة زي ما لازم شكرا 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 بتحب الإضاءة كتير صح آه نعم فعلا هو حسب شو يعني عشان هيك بقى بيت تصميم الداخلي بذات الإشي يعني زي ما نقول كاستوم ميد يعني هو الإشي حسب الشخص نفسه شو حياته شو يمكن إذا شخص كل نهار برية البيت بدي وصل آخر نهار على البيت فيمكن بيتهمه أنه فعلا تكون في الإضاءة الدافية أكتر الإضاءة اللي هي بتريح شوي أكتر من الإضاءة البيضة هي كتير قوية هي بتعطي أكتر طاقة الإضاءة الدافية بتريح شوي يعني الأعصاب تريح نفسية كتير مريحة مثلا بعد نهار طويل حسب كل واحد شو طبيعة حياته صحيح جميل جدا آخر إشي إحنا كنا معك في لقاء قبل تقريبا شهرين ممكن أكتر شوي ماهر أدرك وأنا من وقتها اتعرفت على ماهر وفندشه أكتف على الفيسبوك على يوتيوب وما إلى ذلك نعم طريقة جديدة في تسويق ليس طريقة جديدة أنا بحسك يا ماهر أنت تتهنم للموضوع أنت بنشوة معينة في الفيديو يعني مثلا تجي نهاية الأسبوع الناس تخطط لبرة أنا أخطط ما أصور فعني بالنسبة لي هذه واحدة من الطرق خاصة اليوتيوب والميديا بشكل عام قدرت تقربني أكتر من الناس وإحتياجات الناس يعني في كثير بيبعثون لي بتواصل مع ناس من البلاد ومن خارج البلاد ففي عندي مثلا من أردن من مصر من الجزائر من المغرب كثير رسائل بتوصلني عن طريق اليوتيوب فلما يعني المضمون طبعي عم بيوصل أنا عم بحقق اللي بدي إياه أو عم بحقق اللي بدي إياه إن المضمون طبعي أن أشارك الناس شغلات اللي أنا بحبها لأنه واجب علي يعني هذا كل واحد يعطى إشي يعني بالحياة فواجبه إنه يشارك الناس بالإشياء اللي هو عنده إياها والشخص لما بكون موجود بالمجال اللي هو بحبه فأكيد بكون عن جد هكا مثل ماهر بشغف وبحب وفعال ماهر كيف بدنا نختتم هاي الفقرة بأنه نعطي نصيحة ذهبية للمشاهدين حكينا كثير عن الأخطاء وقدمنا بفقرتنا نصايح بس ختاما شو بتحب تقول؟ كمان من الشغلات اللي بشوفها كتير بدي أنصح الأشخاص اللي عم بيبنوا بيوت جديد ينتبهوا للميزانية الموجودة لأنه كتير مرات الميزانية أغلبها بتروح على المبنى نفسه وما بينتبهوا إنه الداخل مكلف ثلاثين لحد خمسين بالمئة من الميزانية العامة إذا بدين يجيبون مصمم داخلي إذا بدين يجيبون مصمم داخلي لأنه عم بيصير إنه كل الميزانية عم بتروح على الخارج والداخل صح إدارة ميزانية في هذا الموضوع لأنه الحشوي وإحنا زي ما حكيت ما نحب كتير يكون عنا ديكور جميل داخل البيت مريح لإلنا حسب زوقنا فعنجد هذا مكلفين تبهوا صح صح البيت مهم البيت مهم معنويا حيز الخاص طبعنا طبعا مليون بالمئة شكرا جزيلا شكرا ماهر سعيد على هاي النافذين متأمل كمان نشوفه في نصائح أخرى ونوافذ أخرى على عالم تصميم فضاءاتنا بدي أقول ليش أقول بيوتنا بس الفضاءات اللي متواجد فيها ومنشتغل فيها شكرا جزيلا شكرا شكرا ماهر شكرا شكرا